تعلن الأمة العربية بحاجة إلى كثير من الاختراعات وخيرها في شبابها شبابها دائماً الطموح والواعد بين وقت وآخر يظهر اختراع بين وقت وآخر يظهر اكتشاف من يحالفه الحظ يظهر على السحة ومن لم يحالفه الحظ يظل حبيس للأدراج والمباني للأسف الشديد المشكلة الشهيرة اللي عارفينها كلنا كم من الاختراعات حبيسة الأدراج فعلاً زي مؤتياس لكن احنا نعرض معنا اختراع نتمنى انه يرى النور معنا المخترع الشاب طارق وهبة واختراعه السمارت تانك او الخزان الذاكي او الخزان المتحرك اهلاً بيك اهلاً بحضرتك اهلاً بيكو صباح الخير عليك كيف البدايات سؤال تقليدي انا نقول لك كيف البدايات اكيد الحاجة ام الاختراع لكن بداياتك انت من فين بدأ ايش الفكرة اللي جات لك خطوطك العريضة اللي بدأت من خلالها والله انا اقول لحضرتك يا برضو هنرجع للفكرة الرئيسية اللي هي التقليدية بتاعت الحاجة ام الاختراع يعني جي من الاحتياج والاحتياج جي من معاناة والمعاناة نشأت من ازمة اللي هي ازمة انقطاع الماء طبعاً كلنا بنعاني او معظمنا بيعاني احياناً منها احياناً بتشتد الازمة شوية احياناً بتقل لكن مع اشتداد الازمة الحياة بتتولد الفكرة من الضغط العصبي اه ضرورة وقتها خلاص طبعاً وبيبقى احياناً برضو فيها جزء كده الهام من الله لشان برضو الحياة يبقى في مساعدة اول تجربة ليك عملياً حاجة تخرج للنور اه انما في حاجات كتير كده على جميع المطلع لا والله بتبقى كمان زي ما تقول مراحل كده عشان في الاخر نطلع لانه دايماً بتبقى فيه محاولات لاختراع اي شيء مفيش حاجة كده بتيجي من الباب للطاق زي ما بيقوله يعني السمارت تانك يعني انا شايف انه عامل توصيلات كتير معروف انه الخزان هو مساحة كبيرة جداً لتخزين المياه لكنه يبقى بالحجم ده اكيد فيه حاجة بتعوض بفرق الحجم هو الفكرة في حد ذاتها مش خزان يعني هي الفكرة في حد ذاتها مش لتخزين المياه هو لاستخدام المياه استخدام امسل يعني بدل الاستخدامات التقليدية للمياه وهي المياه قطع لما بكون المياه قطعت ولو عندنا خزان خلص الخزان استخدم بقى ادوات تقليدية طبعاً كلها كئيبة يعني زي جرد المياه بيهدر كم من المياه طبعاً هو طبعاً عندنا مشكلتين انت ممكن تخسل يدك على وعاء في ماء جد كده كان في خمس اشخاص اني بحصل بيه ايديا واحدة واكثر من استخدام مشكلة الاولى هي اهدار المياه اهدار كمية كبيرة جداً المياه مشكلة التانية الطاقة السلبية الانسان بيكتسبها من الضغط العصبي بتاع السخافة بتاعت استخدام المياه بالادوات التالية في الوقت اللي الناس كلها تتاجي للرفاهية عايز يبقى مرفها اكثر فيليه نفس عمالي يعود الى عصور الوسطة اخد دوش ازاي اخسل ايدي ازاي اتوضى ازاي انا شايف انك عامل كل الادوات يعني اعتجد ان ولا فهمت الفكرة الان ايوه هذي ايش ده دوش دي شطاف هذي شطافة تمام ولا هذي حنفية استخدام علي ودي دوش يعني الوظيفة الحيوية بتاعت الحمام كلها ممثلة جوه الجهاز تمام طيب جربة ليك شوية واشرح لنا عليه واحدة واحدة طيب نبدأ اولا جرب عليك ما تبقى جربة اكتر ايوه طيب ناخد اول حاجة الحنفية اوكي هو طبعا احنا يعني بنملى الميا الاول من هنا بنفتح الغطر اه هو طبعا انا عايزة اوضح بس انه الاناء نفسه او البدي بتاع الخزان ممكن يكون اي شيء تاني اموبي اكبر كمان في الحجم اه ممكن اصغر ممكن مدور ممكن مربع اشكال كتير يعني مش بالضرورة اه مش بالضرورة هذا الحجم هو بس سنبري يعني او هذا الشكل او هذا الشكل اه فاحنا بنملى الميا الاول من هنا طبعا هو جواه مطور كهربائي علشان يدينا ضغط مية اه لانه الدش من غير ضغط وشطافة بدون ضغط مالهاش قيمة يعني تمام ليه نوضح الاول ناخد الدش الاول تمام هو طبعا متوصل بالكهرباء حلقا اوكي اعمل له هنا محبس علشان يتحكم في كمية المية برضا عشان عملية الترشيد اللي احنا اتكلمنا عليها جميل في مضخة ما طبعا اه اكيد المشاهدين شاهدين انه هذا الدش الان تمام تمام نقدر نرتفع لحد مترين فوق حلق يعني نعلقه برضو على الحال الطول اللي نفسه او الطول اللي هنا متر ونص تقريبا مع متر ارتفاع الجهاز يبقى مترين يعني نقدر نرتفع لحد مترين فوق اه ونعلقه في التعليق بتاعته اللي هي موجودة عندنا مسبقا في الحمام الطبيعي تمام هذا الدش وطبعا نقدر نستخدمه يدوي اه اه ده الدش تمام طبعا نقدر نتحكم في المية بدل ما يكون نحن طبعا بيكون في ازمة الازمة لازمة لوحدة يرشت برضو ما يكونش كده عمال بيبزغ في المية ما المية المتخزنة برضو ما بيكونش كتير اه لو تفرشت على اللي بيغسله السيارات في محطات البنزين اه طبعا اه طبعا شيء معقولي كم من الماء المهدر اه طبعا وكأنه هيغسل السيارة المية سنة قدام مش هيريد غسلها مرة ثاني واحيانا بيستخدم المية دي بدون غسيل سيارة خالص طبعا قعد بيغسل فوتا او بيس جي قدام البيت او بيعمل شيء او طيب احنا هنا مبدأين اول خطوة قبل الوقت ما نستعرض لا اول خطوة بنملى الخزان بالمية او بنملى الوعاء بالمية بالزبط وهو متوصل بالكهراء متوصل بالكهراء ايه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل فيما دخط مية بتتم دخطها في كل الاشياء في التلات مخارج دول بيتم دخطها ونقدر نشغل التلاتة مع بعض لكن الضغط هيكون اضعف شوي اه طيب لما نتوجهت لا فين رحت ما نتقبل فكرتك حتى ولو كانت لسا يعني بوجودة الان ومثبتة انه عندك الدش وعندك الحنفية العادية لعم وعندك الاستخدام للتويلت عادي ما فيش مشاكل دي الحنفية اه دي الحنفية العادية طبعا دي الشططة اه وليهمك وليهمك حصل خير حصل خير تمام تمام اوك انت بتضغط على اليد اه حصل خير ما مش مشاكل اه طب احنا هنا برضو محكمين بكمية صغيرة من الماء مرهولة حضرتك بانا قلت حركة وضحت الاول انه ما هوش وسيلة للتخزين هو وسيلة للاستخدام فكل ما بيخلص بنملأ كل ما بيخلص بنملأ وبعدين انا اعمله هنا كمان هنا مدخل من الماء ومعنا فيه مضخة يدوية لكن الحياة لا مجبتهاش معايا بنقدر ان احنا نحطها في اي حاجة ونقدر بسهولة جدا نقدر نملأ ماء بدون كهرباء بدون كهرباء خفز بدون كهرباء تمام اه عشان لو حصل انه الماء والكهرباء معه بعض عليهم من قطعه بيكون فيه بديل هي يعني فايدة الكهرباء هنا اي انها بتساعد على ضخ الماء فايدة الكهرباء انها تبدو الضغط العالي مزبوط كده لان احنا بنرفع دوش مثلا دوش او الحنفية او الحنفية او بالظرط لانه ما ينفعش الماء بالطريقة الطبيعية بالضغط الطبيعي من لا يمكن يطلع الماء من الاتفاع ده لحد فوق كده بالطريقة دي الا عن طريق مضخة كهرباء يمكن بجرسالك على تطور الفكرة لانك لسه تقريبا عامل الفكرة ما فكرش مثلا تطورها بانه يبقى فيه مثلا تسخين للماء علشان مزيج من الرفاهية بقى سهل جدا سهل جدا سهل يعني قمة السور يعني انا عامل حساب الخاصية دي لكن الحياة انا الام منها شوية لحسن تكهرب الماء الموتور مجهز لانه هو يكون بداخل الماء باكمله امن بنسبة 100% انما سألت سخان سخان الجوه الحياة انا قلق بشأنه جدا لانه تتذكر زمان كان فيه لما كان مثلا ما فيش سخان الكبير انت بتعمل حاجتك بسرعة كان فيه السخان اللي تحط داخل الماء موجود اكثر من مرة اتعرض لماس كهربائي بسبب ادى حط يدي عشان اشوف الماء كيف بارد ولا دافي دا صحيح كهرباء ونفس التجربة اللي حركبت الكلمة عنها دي هي اللي قلقتني من ان انا احط فيه السخان والاطفال كمان بس يتعزل يعني هو اكيد فيه نظام عزل علشان ما يكهربش الماء والله برضو فيه خوف من النقط يعني ناخد من فكرة السخان الكهربائي نفسه اكيد جواه سخان بس هو جواه تكنولوجيا تانية بتعزل احنا نقدر نحن نسخن ماء على جوتجاز ونحن عابدين كده وشي مجرد محط الماء او اتدفي الماء اتعدل الماء طيب بارد ودافي بمقيم كلمة على التكلفة طبعا معروف انه دايما تكلفة الوحدة بتعمل قيمة عالية لكن لما بتنتج بكميات كبيرة طبعا بتقل اه طبعا دي نظريات اتصادية معروفة لكن خلينا نكلم على الشكل المبدئي للسخان ده او للخزان ده يتكلف قد ايه لو حد كده عايز ياخده زي ما هو كده قبل ما يتعمم يعني نعم شاعل اه الخمات دي بس يعني الخمات زائد بعض التكاليف المتغيرة البسيطة بنسبة مثلا نقول 5% اه تقريبا تجمع 500 جنيه بتقريب كده 500 جنيه اه يعني اعتقد مش مبلغ كبير قياسا بان شخص بس هي الفكرة الفكرة في حد ذاتها سينار هو تعب علشان يطلع بفكرة وفي نفس الوقت يعملها ما دخلتش على مواقع اكتشفت انه ممكن يكون في حد مجرب ولو بجزء بسيط من اختراعك يعني والله انا ما اعتقدش لانه لانه لان الصينين ما خلوش خلي بالك الصينين ما خلوش شي ما عملوهوش ما شفتوش الحقيقة ولا حد شافه بدليل انه يعني الدليل على كده انه كل اللي شاف الجهازه وخده اقتنام من عندي واستخدمه في محيط الاسرة يعني محيط الاصدقاء اتفاجئوا كلهم بالفكرة وطبعا كان الاول يعني اول ما بيشوف كده يعني عالي يستصغر حجمه يعني يستصغر حجمه لكن اول ما بيستخدمه في البيت ما بيقدرش يستغل عنه النهائيا لانه فعلا مهم وضروري لما تنقطع المياه يكون عندك ولو بحجم اكبر وتستخدمه في البيت بالكامل ما عندكش مشكلة بس توسع توصيلات اعتقدسة الله هو اكبر اصغر حقيقة يعني انا مقدرش اقول حضرتك يعني مش عارف اوصف لك ازاي ده في البيت وهي الماضي اقطع عندي انا ببقى اعاوز يعني صديقي صديقي الله الله طيب بتعلق الحاجات دي على حوامل مثلا مؤينة الحنفية دي مثلا انا عامل لها هنجر زي ده او حامل زي ده بيتعلق فوق الحوض او فوق الحوض السابت اول ما يمتقطع مجرد حطيت دي كده كأنها بعد حنفية خلاص خلاص يعني كنه ما يمتقطعش بالزبط وبعدين مساهل عليك كمان جسطة العجل اللي تحت تحرك من المكان للاخر لو حابت استخدمي في المطبخ الماء قاطع اوكي لو التويلت لو اي مكان فاني في البيت اوكي ما فيوش مشاكل بس هو المطبخ يفضله واحد من ده يكون له مخرج واحد مخرج واحد لان احنا مش محتاجين للشطافة ولا نبدوش بالمطبخ فانا عندي في المطبخ عندي حنفية بس حتى بيقلل التكلفة بتاعته شوي ما توجهتش الجاه حكمية او شي لسه والله نصة طالع تقريبا بقالو يعني ما زادش عن اسبوعين اخدت برأة اختراع مسجل باسمك مسجل باسمي الحمد لله فيها هيبقى عندنا مشكلة لو الكهرباء مقطوع والله هو اه هي مشكلة طبعا لو الكهرباء لانه الشكل ده يمكن موجود بشكل بدائي اكتر فكرة اللي هي مش هم سموة بستلة الميا اللي هي بحنفية من تحت هي كده مش محتاجة حاجة ترفع المياه هي الحنفية تحت اصلا لكن يمكن دي عشان فكرة انه الحاجات التي تتاعتها كلها فوق ممكن تبقى لازم محتاجة الكهرباء اه طبعا مسجل بستلة ما تقدرش تدي مياه غير ضغط ضعيف جدا ومتقدرش تطلع مياه يعني ما يمفعش تشغل لا دش ولا شطاف صحيحة والحنفية لازم تكون تحت خالص لازم نعليها فوق طيب كيف تعاملت مع قصة انقطاع تيار الكهربائي عوضتها بايش انا في حال البحث ببقى انه سمارت تانكي بقى لازم يتشحن ونزل علي أبليكيشنز ايه هو مزبوط لكن هو علشان المصدر التايير بتاعه يحتاج 220 فهو يحتاج ممكن بطارية صغيرة بطارية بس هيعلي التكلفة شوي يعني لكن موجودة البطارية حلو يعني البطارية موجودة اوكي ما فيهاش مشاكل اه لا ما فيهاش مشكلة خالصة تمام بس اعتقد انه حتى لو التكلفة عالية بس هيخدمني ما هو احسن من انا اروح مثلا اشتري خزان كبير واخليه للتخزين ولو ما وجدتش الكهرباء ضغطا ما يأثر وينزل نقطة 2-3 مشاكل المياه كثيرة في البيت واستخدامات الخامات اللي ممكن تستخدم غير البلاستيك افتر امان اكتر او خامات ما تتفاعلش مع المياه ما تتفاعلش مع الكهرباء مع المطور اللي جوه انا عامل منه واحدة صغيرة خالص كده مصنعة من البلاستيك ما بيتفاعلش مع المياه يعني هي مصنعة لتخزين ماء الشرط يعني الكلور بتاع المياه ما بيتفاعلش مع المادة بتاعت اللدائم بتاعت البلاستيك بتاعته حلو لفتوا نظرنا في الكنترول انه ممكن كبار السن يستخدموه طبعا في دار المسنين احد الاستخدامات بتاعته ومعبول منه كمان هيتامي منه واحدة ديب نفسها دي كده الواحدة هتتحط جوه واحدة مستطيلة كده وليها حنفية وبدل الحنفية دي التوصيلة نفسها تدخل على حنفية الحوض نفسه نفتح الضرفتين كده يكون فيه اتنين من دي واحدة للمياه وواحدة لتصريف المياه اقتصادية عملية وتتحرق بعجل برضو وفكرة قابلة للتطوير ده جميل فيها قابلة للتطوير يعني يمكن حدك بتكلم عن بعض التصورات اللي في ذهنك اللي ممكن نطور بها الفكرة طبعا يعني لو حد فكر في شكل الاختراعات اللي في ايدينا دلوقتي الكمبيوتر اللي بقى في الاخر وصل لانه بقى بكف اليد بعد ما كان الكمبيوتر ده كان بيبقى قوضى غرفة كاملة طبعا في استخدامات تانية كمان للجهاز نقدر نحط عليه مثلا نضيف للمية دي بعيد بقى عن انقطاع المية وكل حال نقدر نضيف على المية دي مية ورد زيوت عطرية معينة فيه زيوت طبية بتتحط لو حد عاوز يستخدم دوش حاجات بتزيل الإجهاد للحاجات كتير لها وزياء كتير جد نقدر نحط مية دافية ونستخدم الشطفة دي بماء دافئ في الشتاء طبعا بينفع في السفاري رحلات السفاري طبعا المخيمات المخيمات بيكون فيها عندهم مشكلة في المياه يشتغل على ولاعة العربية نقدر نضيف جزء الصغير منهج غالي اللي ولاعة العربية يدينا 220 ونستخدم الجهاز بنتهى الثلاث جميل ولا أحلى خلاص وفرت علينا كل مشاكل هدار المياه يا رب تسلام تسلام شكرا لك شكرا لإقتراعك بالتوفيق يعني نتمنى نشوفه فعلا موجود في الأسواق قريب جدا وإحنا أول ناس نتجعك ونشتري أكيد شكرا لك شكرا لك فاصل يعني ما أعطيش أنا جاسبك لإيش أستخدمها باني قصة قصة شكرا لك شكرا لك